سيصدر إثنى عشر فيلم بوليود في عام الفين واثنان وعشرون. عشاق بوليود هذا من أجلك. لقد رأينا محتوى جيداً خلال العامين الماضيين، لكننا فقدنا المزيد بسبب الوباء. لقد فات الأوان، لكن يبدو أن هذه الأفلام ستظهر هذا العام. لقد أنضي العامين الماضيين في حالة إغلاق، لكن لحسن الحظ، لم يثبت الفيروس حماسة العام الجديد. إليك إثنى عشر فيلماً من أفلام بوليود جاهزة للإصدار في عام الفين واثنان وعشرون. واحد نقطة جيرسي نسخة جديدة من فيلم الفين وتسعة عشر تليليكو بناءً على اللعبة. شارك في البطولة مع شهيد كابور وامرينال ثاكور وبنكاج كابور كلعب كوريكيت سابق يعود إلى الرياضة لابنه. كان من المقرر إطلاق الفيلم في الأصل هذا الشهر، ولكن بسبب الظروف الحالية تم تأجيله حتى إشعار آخر. نأمل أن نتمكن من رؤية سحر هذا الفيلم على الشاشة الكبيرة. إثنان نقطة بريث في راج لقد قرأنا جميعاً عنها في التاريخ، لكن إذا نظرت إلى مفهومها، فلا يمكن أن تفعله إلا بوليودة. الفيلم بطولة أكشاي كومار، مأخوذ عن حياة بيث في راجد شوهان، ملك سلالة تشاهامانا. من النجوم أكشاي كومار في دور بيث في راجد شوهان. لسهذا فقط، قدمت مانوشي تشيلار أول فيلم هندي لها من خلال لعب دور سنيجيت. كان من المفترض أن يتم عرض الفيلم في يناير، ولكن تم تأجيله مرة أخرى بسبب يوم كروان. ثلاثة نقطة الهجوم فيلم أكشين وإثارتي بعد وقت طويل. القصة مستوحاتاً من أحداث حقيقية تستند إلى أزمة الرهائن. جون إبراهام لا يقوم ببطولة الفيلم فحسب، بل ينتج الفيلم أيضاً. جنباً إلى جنب مع جون وجاكلين وراكو البريت يتعرضون للهجوم. أربع نقطة جنجوبي كاتيا وادي الفيلم والمتظر من إخراج سنجاي ليلاً بهنسالي. لقد مر وقت طويل منذ أن رأينا فيلماً رائعاً مقاس سبعون مليمتراً، وسنراه هذا العام. يتتبع الفيلم رحلة الشب جنجا، الذي يجد منطقته في منطقة الضوء الأحمر في كامات بورا، ويصبح السيدة جنجاي. هذا الترويج من بطولة علياء بيهات هو بالفعل حرب للغاية وقفت في الأم. 5. جيش باي جوردار كما يوحي الاسم، هذا التمرير يميل إليها. الفيلم من بطولة رانفير سيند كرجل غجاراتي يؤمن بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المجتمع. هذا هو الظهور الهندي الأول شاليني بأن بطولة أرجون ريدي. 6 نقطة شنشيرة لم نرى رانبير كابور منذ فترة طويلة. أولا تم إغلاق بروماستري والآن شنشير. لكننا سنشهد إصدارين كبيرين للممثل هذا العام. يلعب رانبير كابور الدور المزدوج للأبي والابن في شنشيرة. الفيلم من بطولة سنجاي دوت في دور الشرير وفاني الممثلة. من المقرر عرضه في دور العرض في 18 مارس 2022. 7 نقطة المتاهة في غضون عامين على الرغم من الوباء، لم نشهد سوى ارتفاع في شعبية كارثيك آريان. خارج منزله صرخت الفتيات باسمه، والرجال رسموا الوشن، والناس يحاولون رؤيته في المطار. على الرغم من أن الرسم البياني الوظيفي كان منخفضاً، إلا أن الممثل اكتسب معجبين كبيرين. سيظهر الممثل لاحقاً في فيلم الرعب الكوميدي بولب هولي، وهو تكملة لأكشاي كومار. 8 نقطة الاعتداء كانجانا رانوت، الذي أدى بشكل جيد في دور جيوريليثة، مستعد للعب دور رائع آخر. ذكاد هو جسوس دولي شرس وقوي ينطلق في مغامرة مليئة بالإثارة. كانجانا استفززي بالبنادق ممتع. أرجونا مع رنبال وديفياً دوة كانجانا. 9 نقطة لألسين غتشاداً إعادة إنتاج للفيلم الأمريكي فوريس كامب عام 1994، قام ببطولته كارينا كابور، ونجاشي تانياً جنباً إلى جنب مع عامر خان في الأدوار الرئيسية، نعم إنه فيلم هندي. 10 نقطة في العمق كرياتي سانونا وجاكلينا فرننديز. للفيلم من المقرر إطلاقه في 4 مارس 2022. ومع ذلك نظراً لإغلاق دور السينما الجديدة من نوع كفد في جميع أنحاء البلاد، أول عمل بنسبة إشغال بنسبة خمسين، مع فرض حظر التجول الليلي وحظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع، يبدو أن صانع الأفلام ليس لديهم خيار سوى تعليق خطط الإصدار. كان جيرسي بطولة شهيد كابور، أول مشروع تذاكر كبير يؤجل إطلاقه بعد إغلاق دور السينما في دلهي، يليه ورورور، الذي كان من المقرر إطلاقه في 7 يناير. الآن أعلن صانع فالمي ورادهيش يوم أنهم سيؤجلون إصدار الفيلم أيضاً، بينما تشير تقارير إلى أن كشايكو مور ومونوشيك هيلستوار بريث فيروج، الذي كان من المفترض أن يصل إلى المسارح في 21 يناير، سيتم تأجيلهما أيضاً. إذن، ماذا سيكون مصير هذه الأفلام القادمة؟ نحدق في إصدار السفر في يناير. يقول جيريش جوهر، المنتج وخبير الأعمال السينمائية، كان شهر يناير شهراً من الإصدارات الفردية، حيث يتم عرض فيلم واحد كبير من النجوم كل أسبوع. كان المنتجون قد تأكدوا من حصول إصدارهم على عدد كاف من أشاشات. مع ذلك فإننا ننظر الآن إلى تقويم فارل. كصناعة، نأمل أن لا تستمر هذه الفجوة طالما كانت الأخيرة. كل ساعة أخرى، هناك تحديث من حالة أخرى والقواعد تتغير بسرعة، وبالتالي هناك الكثير من الالتباس. تشعر إصدارات الأفلام الإقليمية بالحرارة أيضاً، بينما تراجعت إصدارات بوليو دو تلك التي تستهدف جماهير عموم الهندع للعروض المسرحية، قد يعتمد إصدار العديد من الأفلام الإقليمية على سيناريو السوق الأولية. أكشايراثي، مخرج نوشير وودثي إترز وخبير الصناعة، يستشهد بمثال فالمي، بطولة النجم التاميل الجيث. كان من المتوقع أن يتم عرض الفيلم في 14 يناير، والآن مع القيود المفروضة في تاميل نادو، سيكون من غير المجدي على المنتج إطلاق الفيلم في ذلك التاريخ. ثم هناك بانكراجو بطولة ناكورجوني ونوكي شاتاني، والتي قد تستمر كما هو مخطط لها لأن دور السينما لم تغلق بعد في أسواقها الأساسية إندراب راديش وتيلانجانا. يقول يوغيش رايزادا، رئيس شركة ويفي سينماز، في الأسبوع الماضي تم تأجيل إطلاق فيلم ترسيم جزار وووم كيكابي البنجابي كووكدي. لا يزال من المقرر عرض فيلمين آخرين من أفلام بنجابي في دور العرض هذا الشهر، ولكن مع فرض قيود جديدة في ولاية البنجاب، سيكون الإشغال منخفضا حتى بالنسبة للإصدارات الجديدة. يضيف راجاندر سيند جيالا، رئيس قسم البرمجة في غنو إكس ليجر، ليس لدينا إصدارات هذا الأسبوع. سيستمر عرض الأفلام التي كانت موجودة بالفعل في دور السينما. على الرغم من أن دور السينما في بعض الولايات لا تزال تعرض الأفلام، بسبب القيود سيتأثر الإقبال. صانع الأفلام مستعدون لانتظار الإصدار المسرحي بدلا من الذهاب إلى طريق يوت. يقول محلل الأعمال السينمائية إن صانع الأفلام من المرجح أن ينتظروا حتى يهدأ الفيروس لعرض أفلامهم في دور العرض بدلا من الذهاب إلى طريق يوت. يقول بشيروثي سواء كان سوي أو فيشي أو سبيدرمان، نوي هوم، فإن العمل الذي قامت به هذه الأفلام مؤخراً هو دليل على أن الجمهور سيأتي إلى دور السينما لمشاهدة الأفلام. قد يتخذ بعض المنتجين الذين يعانون من قيود مالية طريق نوت. ومع ذلك فإن معظم صانع الأفلام على استعداد للانتظار وعرض الأفلام في دور السينما. نأمل جميعاً أن تتخذ الدول نهجاً عملياً زمع مراعاة سلامة الأفراد واقتصاديات الشركات حيث كانت السنوات ونصف السنة الماضية صعبة للغاية على صناعة السينما. تغيير موعد الإصدار ليس مشكلة. المشكلة الأكبر هي إعادة جدولة هذه الأفلام. راجب أنسال موزع الأفلام يشير راجب أنسال موزع الأفلام إلى أن العديد من صانع الأفلام كانوا متعددين جداً في تأجيل الإصدارات والطرف النهاية إلى ذلك في ظل هذه الظروف. ويوضح قائلاً بينما لم يعلن منتج بريثفيروج رسمياً بعد عن تأجيل إطلاقه. فإن أي فيلم من المقرر عرضه في دور العرض في يناير أو وإلى فبراير ليس لديه خيار آخر النقطة. ويضيف أنه حتى إصدارات فبراير مثل كنكوبولي كوثي وودي من المحتمل أن تتأثر. إنه تاريخ إصدار قريب من عيد الحب، لكنني متأكد من أن صانعيها سينتهي بهم الأمر بتأجيل ذلك أيضاً نقطة. ويضيف التحدي الأكبر الذي يواجه صناعتنا هو إعادة جدولة الأفلام التي تم تأجيلها. ما يحدث الآن هو أنه حتى الأسبوع الأول من ديوالي 2-2-2 شرطة سبقى تاريخ إصدار الأفلام المعلن عنها مسبقاً كما هو. إذن إلى أين سيتحول صانع والإصدارات من يناير إلى فبراير؟ سيكون هناك صدام موعيد. الأفلام التي تم الإعلان عن طرحها في وقت سابق في أبريل، سيتعين عليها إما تأجيل موعيد إصدارها أو تنافس مع هذه الأفلام في شباك تذاكر. آمل أن تكون قد استمتعت بالدردشة على تحديثات بوليود. إذا أعجبك الفيديو الخاص بنا، فيرجى الإعجاب والتعليق. اشترك في قناتنا لمزيد من القصص. اشترك في قناتنا لمزيد من القصص.